كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة ومعنا أخبار عاجلة في منتهى الأهمية شاهد هذه الحلقة من أولها لآخرها إيه اللي بيحصل على مستوى العالم في هذه الأجواء الساخنة إيه اللي ممكن نشوفه في الساعات القليلة القادمة الأحداث في الحياة بتتطور بصورة سريعة وملفتة أول حاجة لازم نتكلم عنها الساروخ الصيني اللي مدوخ الناس كل فترة الصين بتضرب ساروخ والساروخ ده بيفضل يلف وبيقولك تاه ومش قادرين إن هم يسيطروا عليه بس المرة دي الساروخ مختلف الساروخ التايه اللي فقدوا السيطرة عليه اللي زي ما الخبر بيقول إن العالم بيحبس أنفاسه عشان الساروخ وسقوط هذا الساروخ ناس كتير طلعين بيتكلموا في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل والقنوات أنتوا عارفين الكلام بيقتر في أي حاجة بيحاولوا إن هم يكيفوها تكيفات يعني بعيدة عن الواقع فبيقولوا إن الساروخ ده هو الطارق اللي زكر فيه الروايات هو النجم الطارق وأنه يصطدم وأنا لا أدري من أين أتوا بهذا الكلام طبعا الساروخ الصيني ليس له أي صلة خالص إنه يكون الطارق أو يكون مذنب ولا نجم الكلام ده كلام بعيد جدا عن الواقع ولكن يعني الساروخ الصيني ده بيعتمد على إيه بيعتمد على التلاعب بعصاب الناس استعراض للقوة ليس أكثر يعني فكرة استعراض القوة هي التي تسيطر على المشهد بالنسبة للساروخ الصيني كمان تعالوا نتكلم عن موضوع خطير جدا وده حصل والخبر اللي بقوله لكم ده نقلا عن صحف عبرية يستعدون لمعركة يوم القيامة دايما بقول لكم إن اللعب على المكشوف وإن كل ما تقرب الأحداث هتشوفوا العجب العجاب هتشوفوا إن بيتكلموا كلام صريح وواضح إن الفترة القادمة الشعار الديني وحرب العقائد هو اللي هيسيطر على الأجواء يستعدون لمعركة يوم القيامة تفاصيل الخبر ده إن بعد فوز نتنياهو بدأوا إنه هم يتكلموا ويقولوا النبوآت اللي احنا تكلمنا عليها من كذا حلقة لما أعلن فوز نتنياهو قلنا إن النبوآت بتقول أن هذا الرجل هو آخر رئيس وزراء للكيان زي ما طورا أخبرت إن عطاء الله هيكون هو آخر واحد هيحكم الكيان المحتل لكن هم بيتناولوا لأن هم أساتذة في التحريف يعني بيتناولوا النبوآ من زاوية أخرى إن هو دا لها يقود الحروب وهو دا لها يقود معركة يوم القيامة تفتكروا إن معركة يوم القيامة ديت هتبقى ضد مين؟ ما فيش غير المسلمين ألد أعداء اليهود هم المسلمين وعلى فكرة والمفروض إن ألد أعداء المسلمين يكونوا برضو هم اليهود ولكن شايفين يهود أكتر من اليهود في هذه الأيام وانتوا فهمين نقصه ديه؟ وشايفين ناس بتحب اليهود أكتر والله من حب اليهود لمعضهم البعض سبحان الله زي ما قال حزيفة بن اليمن فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر إزاي؟ موالات هؤلاء موالات هؤلاء فذلك إيه فتكون منهم وممكن تكون بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وتتفاجئ إن انت يوم القيامة معهم في مكان واحد واخدهم بالأحضان ومن يتولهم منكم فإنه منهم هكذا قال القرآن تعالوا كمان ننتقل إلى خبر صادم بيدل على الأجواء اللي احنا بنعيش فيها أجواء مليئة بالبعد عن الله للأسف الشديد وأجواء تحمل في طياتها يعني مصائب كبيرة جدا المسلمين بيتسببوا فيها بأيديهم يعني احنا حرصين على أن نجتلب وأن نجلب صخط الله أشد ما يكون زي حواس عالم الأسار المصري والتك على المصري دي عشان فيه ناس بتطلع تقول ليه بتتكلم مبارح عن المغرب وليه بتتكلم عن الإمارات عايز أقول لك حاجة يعني والناس القديمة معانا هتفهم هذا الكلام الناس اللي معانا من بداية القناة هيفهموا أن احنا ليس لنا بصلة وليس لنا اتجاهات احنا الغلط إما بنشوفه بنقول أنه هو غلط الناس اللي بتتكلم وبتقول بمبارح اتكلمت عن الإمارات ناس عاملين معبد لعبادة الهندوس لازم يكون فيه دم لازم يكون فيه إحساس يعني اللي بينتقد ده لازم يكون عنده إن لم تستحف أصنع ما شئت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وناس تانين في المغرب رايحين بيفتتحوا معبد الكنسي لليهود وتلاقي واحد طالع بيدافع أو النهاردة بنتكلم معاكم عن مثال مؤسف جدا زي حواس بيقول إن السياح من أسباب يعني ابتعاد السياح عن السياحة في مصر وقلة السياح وإن السياح يعني الأزان بيزعجهم صوت الأزان في المكبرات بيزعجهم والله أنا ما صدقتي يعني أنا قلت إن الموجة ديت يعني بيطلع أفراد الناس بتنتقدهم ببنقد شديد فيعني حرموا بقول إنهم حرموا لا ده لسه فيه ناس بتطلع تتجرق وتقول صوت الأزان يعني ما قالش مثلا إن المسلمين بيستخدموا المكبرات بطريقة غير سليمة لا ده بيتكلم إن السياح اللي هما غير مسلمين اللي هما الكفار الكفار بينزعجوا من صوت المكبرات الصوت وده بيقلل من قابلية وتشجيع السياحة في مصر سبحانك يا رب يعني لما يظهر الإمام المهدي لا أدري لا أدري لا أستطيع أن أتوقع ماذا سيفعل مع هؤلاء يعني ماذا سيفعل عندما يرى إن الأمة الإسلامية بتتبرأ من صوت الأزان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوصي المؤذنين أن يرفعوا أصواتهم في الأزان عارف يعني أن يرفعوا أصواتهم وأنا متأكد لو إن مكبرات الصوت موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هتستخدم ليه لأنه كان بيأمر المؤذنين برفع صوتهم بالأزان فطبعا دي قضية مش قابلة للنقاش بس أنا بدي لك النموذج المؤسف إن كيف ملئة الأرض ظلما وجورا وتيجي تتكلم وتقول ظلم الثلم الحكام ويعني أول ما يجي موضوع الظلم تقول ظلم الحكام لا اعلم أن أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك أنت بأن تعرضها لعقاب الله انتبه للكلام ده ثم أورسنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات خد بالك هذه تقسيمات البشر أول نوع من أنواع الظلم أن تظلم نفسك فمنهم ظالم لنفسه فطبعا خبر مؤسف تعالوا كمان لأخطر ما في هذه الحلقة حكومات رسمية تعلن مئات الآلاف ماتوا الفترة السابقة بسبب أكمل بسبب إيه؟ انتوا عارفين بسبب إيه؟ اللي احنا بنسميه التفاح اللي احنا بنسميه التفاح ودي اعترافات خطيرة جدا من حكومات رسمية بتقول مئات الآلاف ماتوا الفترة الماضية بسبب انتوا عارفين مش محتاج أننا نكمل اللي احنا بنطلق عليه التفاح ولا حوله ولا قوة إلا بالله مخطط التخلص من أكبر عدد من البشر ماشي على قدم وصاقه لسه كمان زي ما قلت لكم ورجعوا للحلقة اللي عملتها لكم من عشر تيام لسه كمان محضرين ليكم معسكر النفاق بقيادة الأعور محضرين ليكم نوع جديد والنوع الجديد ده هيبقى أشد فتكا من من النوع الأديم هيجيب بقى من الآخر يعني مش هيموت مئات الآلاف ده هيقضي على الملايين إن لم تتحرك الجنود الربانية وتصد وتقوم بدور المصدات وتصد هذا العدوان الغاشم على البشرية مش على المسلمين فقط على البشرية لازم الجنود الربانية تتحرك ويعني ظننا في الله سبحانه وتعالى أنه لن يتركنا وحدنا وهو لطيف بنا سبحانه وتعالى وهنشوف الجنود الربانية وارجع للحلقة اللي احنا تكلمنا فيها عن الجنود الربانية اللي بتتحرك لمواجهة المخططات الشيطانية مش عايز أننا أطول عليكم أنشر هذه الحلقة على الأوسع نطاق بممكن ولا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته ورحمته ورحمته